من ناحية نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحضرتها من الرد كما نقلت أو نقل الموقع عن المصادر قولها إن إسرائيل حثت إيران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقا مشيرة إلى أن تل أبيب هددت بشن هجوم أكثر قوة إذا ردت طهران على الهجوم الإسرائيلي قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يايري لابيد إن عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئا وإنه كان يتعين على تل أبيب تدفيع طهران ثمنا باهضا من جهتها انتقدت عضوة الكنيسة عن حزب ليكود تالي جوتليب قرار عدم مهاجمة منشئات نفطية ونووية إيرانية خلال الهجوم الإسرائيلي من جانبي قال عضو الكنيسة بلاديمير بلاك إن حكومة نيتنياهو تجنبت الحق ضرر استراتيجي بالنظام الإيراني واختارت التنسيق الكامل مع إدارة بايدن مشيرا إلى أن هناك فجوة عميقة بين تصريحات الجوفاء والاستعراضية لنيتنياهو وعضاء حكومته والنتائج على الأرض